حفل عشاء خيرين أقامته الكنيسة الكاثوليكية في مدينة ليون الفرنسية على شرف مسيحيية العراق الذين لجأ منهم حوالي 200 شخص مؤخرا إلى فرنسا وذلك بحضور ممثلين عن الطائفتين المسلمة واليهودية وتتحدث عراقية عن أفراد من عائلتها اضطروا إلى الفرار بسبب اضطهاد تنظيم الدولة الإسلامية كانوا بقوا تقريبا شهر بالشارع لحد ما قدروا يفوتون على كركوك وقدروا أن يحصلون على أحد يستقبلهم ويعيشون يومهم لفترة تستقر الأمور وسلمت إلى بطريارك الكنيسة الكلدانية لويس رفائل من رئيس الأساقف فيليب برباران مفاتيح سيارة إسعاف ولم يكن الهدف من المناسبة جمع التبرعات فقط وإنما التعبير عن قيم التضامن والتأخي ويقول رئيس الأساقفة يعاني مسيحي والعراق كثيرا لن يتم التخلي عنهم أو يتم نسيانهم هم لا يحتاجون المال ولكنهم يحتاجون صداقتنا وصلواتنا من جانبها تقول مفادة يورو نيوز يحتاج مسيحي والعراق ومعهم اللاجئون السوريون والعراقيون الدعم المعنوي والتضامن ولجلب بريق من الأمل لهم قررت مدينة ليون تصدير مهرجان الأضواء إلى بغداد وإربيل حيث سترسل إلى هناك ألاف الشموع الصغيرة في الثامن من ديسمبر المقبل أ Lyon، رفايل تاvernier في أورو نيوز